هي الساعة كم دلوقتي؟ العاشرة مساء والست المصونة والجوهرة المكنونة امراتك لسه ما شرفتش يمكن حتبات بره يا ماما تبات بره؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ انا ما عنديش حريم يتأخره بعد ساعة اتنين بالليل جدعا شاطر راجب باشوا بقى كل واحد يحط لصناته في بقه البنت بتاعتي واخد اذن مني واخد اذن منك؟ على اساس ايه يعني؟ انها رايحة جامعة رايحة تشتري كتاب وانا دوري ايه؟ الدور الجاي ان شاء الله ما حاجة تكلم انا نصرف معك الحياة بقى لها بمبي وانا جنبك وانت جنبي بمبك ايه يا هامم؟ كنت فين لغاية دلوقتي؟ كنتاً كنتاً عند الكوافير عند الكوافير الكوافير اللي بشتغل فترة مسائية ده قصدك يا عادر قصد انك انت بتكذب يا رانيا اه بصراحة كنت بكذب بس كسبة بيدها مش كان مانبي من شوية هو لا بيض ولا مانبي سناء شوفيلي لون كسبها ايه دوريلي كده انت بترفعي مقاسات ما تخلاص يا سناء اللي علمك بيباني من الباقي الصبر يا عادل مراتك كانت في معاد مهم وما خبيش عليك الحالة خطيرة خطيرة لازم نبطر القلب قصدي يا كان يهمها قوي انها هتباني انها جميلة مع اللي كانت قعدة معاي يا عادل خريب عقلك انت عرفتي ازاي؟ مكياجك اللي معمول الساعة واحدة الظهر وشعرك اللي لسه مزبطة ما بقى الكيس ساعة ورحة البرفيوم اللي طلعه ونشعة منك والجزمة مكعبة عالي ما بتلبساش غير كل ثلاث سنين مرة في المناسبات الرسمية انك بتخافي تتدلقي وانت ماشي بيها كل ده عملها ليه؟ راح اتجيبي عشو اخضار كنت فين يا هاني مقولي بسرعة؟ كنت ما كنتش في حتة ما كنتش يعني مش هتقولي هخلي سناء تعرف لي كنت فين هتقولي ولا خلي سناء تتصرف لا لا اوكي 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 انا هتعرف يا عادل بس لو زمحت انا عايز اقعد معاك في جلسة منفردة في مغلقة جلسة منفردة مغلقة بعد اذنك يا جماعة فضولي الصلاة فضولي الصلاة ولا اقولك خليك 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 احنا هنخش جوه نشوف كانت فين اتفضلي دلوقت بقى هاني انا عايز اعرف كنت فين ومع مين انا كنت مع الشهرة مع المجد مع الفلوس مع السراء الفاحش السراء الفاحش كنت مع مصبع علاء الدين يعني ولا كنت مع علاء الدين نفسه لا كنت رح اقدم في محطة اسمها تاتا تيفي محطة فضائية تاتا تيفي دي غير تاتا خط العتبة لا هي محطة لسه بدية فهم نسمينها كده اسم تجاوزي يعني محطة صغيرة وانت راح تعملي ايه في المحطة على المحطة الصغيرة ايه راح تردعيها لا كانوا طالبين مزيعات فروح تقدم روحتي يعني تقدمي كمزيعة ولا كضيفة لا طبعا كمزيعة يا سلام واي واحدة معدها في الشارع كده يطلع في دماغها تبقى مزيعة تقدم تبقى مزيعة يا فريم على فكرة بقى يا عادل انا طول عمري متحدثة رسمية ومتحدثة جيدة جدا ولعلمك بقى انا كنت بقى خود الاذاعة المدرسية وكنت عنصر ناشط فيها تعنصر ناشط في الاذاعة يعني كنت ايه يعني كنت اليورانيوم بتاع الاذاعة بابي 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 بليز انا محتاجة دلوقتي اكتر من اي وقت فات انك تعددني وتساعدني اطلع سلم مجدي وتطلع سلم مجدي ليه افرودي مجدي ده ادايق مثلا ولا قال مين اللي طالع على السلم دلوقتي ولا قسرتين وسلمة ايجي بقى يصدرني مثلا ويقول لي لو سمحت مرتك هي اللي بوازيتها هتعلسها اللحة هي ايه يا عادل بقى بليز ارجوك بقى مش عايزك تفضل كل شوية تحطم في طموحاتي طموحاتك ايه انا مش فاهم كل شوية يا رانيا يعني ارحميني كل شوية تطلعيلي بافتكاسة طب انت عارف بقى الافتكاسة دي لو ضربت معي هاخد كم؟ انا مش عايز اعرف مش عايز اعرف انا ضد المال وضد الشهرة اوكي يا عادل عموما هي لو ضربت معي هاخد عشرة تلاف جنيه في الشهر ايه عشرة تلاف جنيه واااا بص يا رانيا انا ممكن اساعدك يعني مش كاميراتي بس لا يعني انا واصق من امكانياتك وحشة اه ومجدي ده لو دايك ولا حاجة وانتو طلع السلم صدرهولي انا اساسا مسك عليه حاجات يعني عشد يلا طب بص يا بي بي با انا محتاجك في انا محتاجك توقف جامبي على اساس ان انا ايه اول مرة أنا في حياتي هقف قدام كاميرا التلفزيون فمحتاجة يعني أعمل بروفات حية كده كموزيعة وسط جمهور وكاميرات على أساس يعني أجرب نفسي في إدارة الحوار حبيبتي ما تقلقيش خالص بصي أنت بالنسبة للشغلانة دي محتاجة فيها كاميرا ومحتاجة فيها شوية جمهور ومحتاجة فيها بصي أي توجه إعلامي أنا مسؤولة عنه يا ماما أنا اللي هدرلك كل شغلك ما تقلقيش عشو التلف صورة عائلية صورة للذكرى صورة عائلية دي عفريك الأسفل يا عام محمد ها انسى بقى أنك انت فوتوغرافيا ركز في الفيديو راني خليك وقفة هنا على ما شوف أي سبون مثلا تتكلمي معا ولا حاجة أوكي أوكي مساء خير ليه؟ يا حضرتك يعني ممكن تصور معانا؟ تصور معك بمناسبة ايه؟ صاحبي قريبي أخواني تحبس؟ ألف سلامة إن شاء الله يخرج بسلامة بإذن الله إنت فكرة صورة حتحطها في طابلول ماكروباس بتاعك يا أستا ماكروباس دي عالواجيعة وهم حاجة زوج عشان علموا الخلافات آآآ طيب ما دي حاجة كويسة قوي حضرتك احنا ممكن نعرض المشكلة بتاعتك عندنا في البرنامج بجد آآ بجد حعرف اللي وقفة هناك دي دي الأستاذة المزيعة الأستاذة رانيا ولا الأستاذ حمضها مدير عام الكاميرا دي وباشتغل معاها أهو اتعرفت بالنس كلها؟ يلا خش يا رانيا خش يا رانيا اهم 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 قلفي لبقى يا اختي واحد ينزول قبل المزيحة ع حتة انا استوليت عادل عادل مرتبكة مرتبكة عادل مرتبكة يعني طب ما كنجي مضبوط المهم الزباطة عقل هيه زباطيها خش 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 شعري 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 حل هايل هايل عندك جلي يكفي خمس ستات يلا خش ما تخلصونا اخوانا الشيشة حتة انا يا استيس معقولة يا استيس حمادها يا استيس حمادها الشيشة اللي انت عايز تشربها ما ينفعش اسناء الشغل يعني حضرتك هتصور ازاي وانا يا ابن اللي بصور احنا مجرد اشباب دي كاميرا فيها زر تدوس على زر الكاميرا تصور على طول الله الاحترم وجهة نظرك تبدولا ما تخلي الكاميرا دي بقى تستضيفني تستضيفك كايه يعني كانسان انت انسان هنجزب من الاول كده ومن اول حلقة هنجزب على المشاهدين يا اخوانا خلصونا حاضر حاضر خش يا رانيا خش يا رانيا حاضر حاضر اعزائي المشاهدين عزيزي المشاهد اللزيز الفزيعة هنقدم لكم النهاردة اولى حلقات برنامجكم الممتع قاع المجتمع قاع قاع دي منظرها شتيمة لها حضرتك شتيمة ايه هي تقصد يعني انك انت شاب من الاخر يعني فضل فضل ازا كان كلا ماشي تفضل يا اختي ومعانا نموذك سلوكي ان اتعرف بيه بسم الله الرحمن الرحيم موليدي استابني اول فصل احب اصلى حلم الحوزة اللي قالتها لاختي المزيعة انا مستروجي انا ساقق مكروباس اه وبابي الاستاذ استابني هل كان بيشتغل فردة كوينش اه يا خوينش ايه الحافشة اللي جاية ده? بفوق دماغنا دي ما بيش حاجه حضرتك دي اصلا هي مزيعة بـ و أعتبرها زي اختك يا سيدي عادي جدا! مش ممكن اختك تقولك مثلا تكلمك أي كلام فرق يعني انت تقول لها اعمليليش أي اختي ف تقول لك هو دماغك طعمه هتعملوا ان نفسك ما ليسhh بيحصل صراحα خلاص اعتبرها زي اختك يهني ما حصلش حاجة الشيك شابني حاضرها استاذ معقولة يا أستاذ حمضها ما ينفعش معقولة هتضرب شيشة دلوقتي ما حضرتك الدخانة هتطلع عالكاميرا يغطي على وش رانيا يعني أهلاً أهلاً والله كويس إنك جيت إنت ابن حلال ياريت تدوسلي بقى على زر الكاميرا عشان تبدأ تشتغل إيه هل ما كنتش بتصور من الصوت؟ لا والله الحد دلوقتي لسه أحاضر أدوسلي أدوسلي أدوس أنت دوس إيه؟ إنت عمر تدوست على زمانيا؟ إن شاء الله يلا يلا خش 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 آآ لو سمحت كلمنا عن مأساتك يا أستاذ استبن أتسم الله رع مرة حيما أنا بس تشتغل سواقف على مكرواز ترس هرم في يوم من زوات الأهم الأسبوع اللي فات أبض على العربية بناشد السايد مساعد ندير ندير الشرطة بتعمن عمرها دي نفوق حصر العربية عشان عليها خمسون مين جنيه إيه ده بس؟ بس مش ممكن ده خمسون مين جنيه أولايل جدا ده أنتو بتكسبوا أكتر من كده بكتير ده إذا كتر أجرى لوحدها باربعين قرش وكمان ما بترجعوش البريزة الباقي ما معيش فك يا أختي يا سلام هتلباني هتكابريت ما أنا عايز حقي مش عاجبك نزلي إيه بعد باقي خمسة يا أستر على قول الكبر يا أستر والله آآ انتو جايين تقلبوني هنا بقى ما حديش ليه حاجة عندي يا أستاذ وليد يا أستاذ وليد إيه ده حضرتك؟ يعني هو البرنامج بتاعنا ده بيتكلم عن الواقع يعني زي ما ناقشنا السلبيات بتاع سوائين الميكرو باس بعد الفصل إن شاء الله هنناقش السلبيات بتوع الركاب اللي بركابه الميكرو باس إذا كان كده ماشي بس أنا عاوز أتكلم عن مشكلة الكنابة الورانية إبراح تجي تفضلي تفضلي مبدعين كده الكنابة الورانية تلاتة بسم الله الرحمن الرحيم الكنابة الورانية أربعة ما تعانيتش وما ترخمش الكنابة الورانية التلاتة وإلا حنقض من الزنوئين الزنوئين؟ طب ما تيجي تجي تسوق المكاني يا أستاذ يا أستاذ ما علش يا رانيا يا رانيا النفر الزيادة ده أنا أدفاع أنا أستي يا عجل إذا كده بتعلمهم الجشع جشع؟ لا كده بقى اللقاء ده خلص بقى حضرتك هي ما تقصدش يعني هي ما تقصدش يا تقصد يعني أن هي زي أختك يعني أنت مش ممكن تتخاني مع أختك طول الوقت تتخاني معاها وتقولك يا منيل وبتاع مش دول بيحصل بصراحة بيحصل لا يا أصبا يا أستاذ عشان يعديها يا ابني أنا يا أستاذ خشي يلا يا رانيا خشي يلا يا رانيا وبالنسبة للهباب والعدم السود والحاجات والدخان الوحشة اللي بتطلعوها اللي دبحتونا وقرفتونا بيها ايه يعني أصرف لكل راكب أمبوبة أكشوشين وايه المشكلة ايه المشكلة ان انت تجيب أمبوبة أكشوشين تلف على كل الركاب ورا بعديهم ايه؟ هلأصرف عليكم بقى؟ ايه ده؟ انت ما تحترم نفسك يا انت مش عارف انت بكلمين ولا ايه؟ انا هكون بكلم مين؟ تاكس العصيمة بالأصفر اللي لمسهوا لي ده؟ ايه ده؟ ايه اوعي يا تاكس اوعي يا رانيا يا رانيا يا رانيا ايه حضرتك ليه بس اعصابك يعني سيرة طول الوقت يعني ايه ده ما يجراش حاجة يعني زي اختك برضو زي اخت احترم نفسك انت يا حيوان يا لانت عن حمار ماتك حيوان يا لان مش كيفان يا مصورك حافلة لا 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 قلنا يا حيوان لا انت كده بقى عندك حق يا عم انت تطلع دلوقتي على الاسم وانا يا عم هشهد معك على قلة ادابة هي وجزء بس يا حيوان اسمي ايه ده انا حق اخده بدراعي يخرب الدراعة ده راح اكتصلك دراعك من غاداريف وحبطحك بالبداع بقولك يا عم تطلع الوقت ده مرة هات واحد تاني هات واحد تاني عادة واحد تاني ايه واحد تاني ايه واحنا كبهات عارف انا لو منك ما سكوتشي يا عم يا عم حماضة انت معايا ولا معايا انا لحظة واحدة طريقك فين يا قصة هارم تنزلنا اول الكبري يلا بينا ايه ده طب و ايه هتسيب العدة وتسيب الكاميرا لا بقولك الكاميرا دي رجعوها لاصحابها واخد الرهم وانا هرجع لشغلية القديمة تاني ايه واحد تفصل واحد تفصل حكب 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 حركب وضلي ايه انا اللي هصور يا دول عجبك كده عجبك كده هنعمل ايه دلوقت مش ممكن مش ممكن مش ممكن مستقبل الاذاعد ضرب لا 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 على فكرة بقى انا حسن انها باكيدة من احدى المزيعات المنافسات المنفسنات بص يا راني يا حبيبتي احنا لازم نعترف بخطأنا الجماعة بتوع المحطة دول مش عايزين شريط يعرفوا من خلاله انت تنفاقي تبقي مزيع ولا لا اه 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 خلاص المسألتي سهلة جدا وفي ايدي انا هخليهم يتفرجوا على شريط ما حصلش وانت مزيعة ما حصلتيش اوكي اوكي طب بقولك يهو مطلوب مستايل معين ليا كمزيعة اه حبيبتي انا خليك تعملي كل الستايلات وهم يناقوا اتفقنا اوكي 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 ا تعالوا معايا بالكاميرا حضرتك بقالك قد ايه بقفة في طبور العيش؟ بقالي ثلاثة ايام وسايبة البيت يضرب يجلب طب ليه حضرتك ما بتحاوليش تشتري عيش من ابو نص جنيه وده يخليكي تهتمي بيتك اكتر بدل ما انتي مت دهولة ومت عببة كده احنا بناه كل عشرين رغيف اليوم في نص جنيه يبقى عشرة جنيه في تلاتين يبقى تلتمية وجوزي بياخد تلتمية جنيه في الشهر هنأكل الخضر ولحمة منين؟ هنا تظهر المشكلة الحقيقة المشكلة مش في العيش المشكلة في اللحمة والخضر انا اقتراحي عليكم ان احنا نعمل طبور للحمة والخضر معنا نموذج اخر حضرتك اولاليولالانو جاميه انا مش معقول ابدا اكل الرغيف في العيش ده بلديون خالص انا بشتري العيش ده علشان انا ااكله للفراخ اللي برا بيها في المنوخ معقولة معقولة حضرتك بتشتري العيش عشان تاكله الفراخ والشعب ما يكلش عيش هوب ينسور اولا انا اه لما اشتري العيش دة واكله على الفراخ mental وتجبر وت legậy وبعدين، أنزلها في السوق والناس كلها تاكل الفراخ ومعيش وجهة نزر اعزائي المشاهدين أحب ان شاء الله قدبناها في حلقة لوحدها تخل مف Close الثالث حضرتك بصراحة انا وارضة طبور العيش ده حجة كل ما حد يسأل علي في البيت اقولهم ان انا وقفة في الطبور بس انتي حبيبتي فعلا وقفة في طبور العيش اصلي بابا جي النهاردة ورايا بيراقبني وده نموذج اخر بنا اترحو للشباب طموح جدا معنا نموذج رابع حضرتك لمؤهزة يا بنتي ما تاخذنيش لس انا مليانة امراض كتير وابتعالج في الاسبيتاليا الامير اللي عن نص يديه بصي بصي شوفي الدواء ادوية اديه اللي معي شايف وقالولي لو عايزة سرير سرير تباتي عليه هتلنا كل يوم عشرة ترغيفة من الفرن بصي الادوية بصي الادوية يا اخت ال متاخذنيش ومطارين ننظف طبعا وده اندماج ما بين وزارة الصحة ووزارة الاسكان حنشوف نموذج رابع معنا او خامس وانتي يا بنيتة يا امورة يا حلوة ايه مقفت في تبور العيش؟ مش انتي لو انتي لقفنا ماما ايه يا سمين بيه يا سمين اوستاذ رافعت هنشيل ده في المونتاج اوكي اوكي وان وان والتقينا دلوقتي حنروح للفرنين المسؤولين عن العيش ابو سارة الحلوة دية بالدعج في الفجرية ويديك بيدن كوكوكوكو لستعطية اوه ساري والتقينا دلوقتي مع العمال النشطين جدا حضرتك نتعرف بحضرتك؟ انا لستعطية وحضرتك انت؟ وانا جديد كوكوكو عايزين نعرف منكم يا جماعة ليه العيش قليل؟ ليه العيش ما بيكفيش الشعب؟ بصي هو حضرتك يعني كل فرن عندنا ليه حصة؟ يعني احنا النهاردة خدنا الحصة بتاعتنا ايه ده انا انا ما اخدش الحصة انا ما اخدش الحصة انت خلق ساعة كامل الحصة يا لأ يا لأ ما اقولت ليش ليها اقولك بعدين بقولك انت هو انا مش عايزة اعمل هوعا انتو هنا علشان هتقولولي انا عايزة نهاردة في البرنامج بتاعي احل مشكلة من مشاكل الشعب كله ايه ده قسة دي؟ ده هتخلينا كده هو يعني نقول كل حاجة ولا ايه؟ يعني من غير ما نقصد يعني قسة كامدة دي؟ ايه ده ايه ده ايه؟ ايه المزيعة الجامدة جداً؟ ما تأفورش ما تأفورش جامدة جداً اعايزة اقولك ان البرنامج بتاعي ما يرحمش اه حضرتك يعني انا هقولك بمنطقة صراحة يعني الحكومة ما اثرتش الحكومة داتنا دقيق يغطي المنطقة اللي احنا دي فيها كلها يعني وبعدها يعني احنا بناخد صراحة نص الدقيق ده وبعدها احنا بنبيع نص الدقيق ده يعني و بعدها هدرتك ده الرغيف ابو 5 ساخ ده الرغيف اللي هو ابو 5 جنيه بص Congratulations,nd this and this n ف remnants نبيع نص دقيق في الخباسة من وراء الحكومة فبس يعني الايا الصراحة بقت تتقالي احنا بنبيع 3 تربع لدقيق في الخباسة يعني الربع بس اللي بنوزعه بنعمل بين العيش ده هوم لا 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 لازم تقول له على صراحة طب يا جماعة من غير خلق تفتكروا ايه الحل معانا يعني احنا بنطلب من الحكومة ان شاء الله وربنا يكرم بإذن الله يعني ان الحكومة مادام عارفة ان احنا كده كده بنسرقها يعني فهي الحكومة تزود الدقيق عشان احنا نسرق براحيتنا والشعب يأكل بردك يعني عزائي المشاهدين بكده نكون حلنا مشكلة رغيف العايش في الحلقة دي اشوفك في الحلقة اللي جاية والقلوة دي قامت تعجن في الفجرية اه بيت دهنو فقطوك يا صدعطية اه يا طبي لا على بابا الله لا صناحية يعني صباح الخير يا صدعطية موسيقى موسيقى فتحي جاهز بس 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 بيين لي تدي بيين لي تدي موسيقى لا بس فتحي بش زوم اوت عليها زوم اوت خش عليها فتحي بقى طب اوك 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 خلاص يلا وان 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 من احد شارع القاهرة العامرة بسكانها السائرين طول النهار رايحين جايين خنقلنا كده التقينا باحد المواطنات حبنا نروش عليها تعالوا معايا اه 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 حضراتك عامل موزيل انتي قلم مشيك يعني دلوقتي ايه ماشمود مزيل طبي يا مادام يعني انتي قلم مشيك في الشرع انا موظايا في هيه النقل والمواصلات حضراتك وكنت بداعا على مواصلة عركبك عشان اروح وظيفتي مفيش اي مواصلة بتخدم على المكان دوت اللي احنا فيه احنا بنشد المسئولين في كل حتة في مصر ان هما يخدموا على المواصلات على المكان اللي احنا فيه دوت خلاص يا أمي خلاص هنقابل لحد تايني في الشارع مين معك حضرتك نعم اللي المشيك دلوقتي في الشوارع روحت أشتري طلبات لجوزي وعايز أروح مش عارف ألا فيه تاكسي ولا أوتوبيس ولا حاجة اف اذا ايه ده اف 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 ده اقولي تعالي يا مام تعالي يا مام انتي اللي المشيك في الشارع لحد دلوقتي أنا كنت مزوغة من الجامعة مع تامر صاحب وبعد كده اتخلقت معاه امي اللمات يمنزلني من العربية و mencion لي رواح له شايفين 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 الناس مش ممكن ما شود او حبابتي انتي لي المشيك دلوقتي انا مش معقول الاقي فتهت الشيرة بقلي الساعة وشامسا حمياته ذهر ساخوي ومشتنيو الميكروباس ما جاش لحد دلوقتي انا اه ا petits انا اicana يا ام.. تعالي ي Themen تعالي يا شاطرة تعالي اقول لي يا شاطرة يا امورة انتي ايه لي المشيك في الشارع لحد دلوقتي مش انتي يا ماما اللي قلت لي رحي جاي رحي كده يعني يا ياسمي الحرم عليكي كل مرة بعد ما وزلنا الماديه يا واو يا معلش يا وستاذ رفعت أنا أشفة هنشيل ده في المنتج طب هنكمل هنكمل آه خش علي آه أعزائي المشاهدين آه إحنا شوفنا دلوقتي إن المشكلة الرئيسية للشعب هي المواصلات يا ترى إيه الحل التكتوك 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 حلوة أول بواصلة دي أخيرا أخيرا حالا حاجة توصلني هاية النقل هو أروح الوظيفة في معادي يا ترى التكتوك ده بياخد بيزا كارد عشان أنا ما عديش فيليسيون آه آه ماما أنا عايز أركب التكتوك هذي يا ماما عدريتك يعني كقائد مركبة توكتوكية يعني شعورك شيء يعني آه عدم الموافزة يعني ما إحنا المركبة الكاركوتكية اللي حضيتك بتقول عليها دي يعني أنا مش عملها مثلا عشانها يعني غاوي يعني لا أولا عشانها مسلا مش لقي شغل وللا حاجة لا أنا عامل ده ختمًا الشعب اللي مش لقي مواصلة توصله والحمد لله والسلام عليكم ورحمة لإبوكات ما عليش ياني يا حضرتك يعني بتمشوا من غير رخصة ومن غير نمرة وده يعتبر مخالفة من الآخر يعني رخصة ايه حضراتي اذا كنت كتانة مخالف ذات نفسي يعني وبعدين ما هي عدم المواخز يعني الحكومة ثبتنا انخالف وثبتنا يمشي وبعدين هل الحكومة يعني عدم المواخز ووفرية مواصلات والنسبوا مواصلات وجوم يركبوا التوتوت توتك 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 خايفة عايفة لأ بجد خايفة خايفة يعني يا حبيبتي ما تخفيش أنا مؤمن بموهبتنا وحنا الحمد لله بعثنا الشريط للمحطة بتاع تاتا تيفي أكيد يعني هيعجبهم لأن مفزول فيه مجهوك جامل جدا ما تيلاقيش خالص عادل عادل رانيا جالكم جواب من تاتا تيفي وطبعا أنا فتحته وقريته كالعادة طبعا جماعة جماعة مبروك عليكم خدوا قرو الجواب واستمخوا واستمتعوا والليلة ليلتكم ويا رب دايما أنا جلابت الخير لكم شكرا يا سانياء ايه الهبل ده؟ ايه عادل لازمته الكلام ده ما تقرى يا حبيبي حبيبتي ده اللي مكتوب في الجواب؟ طب كمي ايه العبد ده؟ ايه عادل بقى لألفاز تعدى يا عادل لو سمحت حافظ على مشاعري هو أنا اللي بقول حاجة من عندي ده اللي كاتبينه ايه الهبل ده العبد ده ايه الرخامة والرزالة اللي انتوا فيها دي؟ انت ما تنفعيش تبقي موزيعة انت قراجوس في سيرك لو هوبت في شارع ماسبيرو اللي فيه التلفزيون هنديكي بالجزء بس بس لا 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 لعلمك لعلمك بقى ده جواب تحديد من منشز طبعا خايف اخد مكانها مكانها ايه بس؟ مكانها ايه يا رانيا؟ وانت اصلا تعرف ايه يا مكانها فين؟ طب والحل دلوقتي يعني الحل؟ ما تقلقيش انا مؤمن بموهبتك انا اللي اخرجت البرنامج وشايف ان البرنامج ده هكسر الدنيا حتى لو تاتا تيفي مش عايزين البرنامج هنروح لمحطة منافسة في محطة فسح تيفي ممكن نديهم البرنامج اكيد هيعرضوه ومدام اسمها فسح يبقى اكيد عندهم اماكن للبرامج دي خلاص؟ ماشي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة